السلام عليكم ورحمة الله يسعدني أن أكون اليوم بينكم في هذا المؤتمر لتقديم ورقة حول أحداث التكاملية بين القطاع الأهلي والرسمي في الرقابة على قطاع العدالة وفقا لما حدد لي من قبل السادة المحترمين منظمي هذا المؤتمر بداية وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من تحديد مفهوم دقيق لمفهوم لقطاع العدالة حتى نتمكن من تحديد أواصر العلاقة بين قطاع العدالة والرقابة كمفهومين قطاع العدالة هو مفهوم سياسي حكومي دعم وجوده المانحين بشكل كبير وتعزز وجود هذا المصطلح بالمال السياسي الذي تدفق بملايين الدولارات على قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة لدعم هذا القطاع المرة الأولى التي استخدم فيها مثل هذا المصطلح أقصد مصطلح قطاع العدالة كان في الخطة الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية من العام 2008 إلى 2010 حيث قسمت خطة الحكومة كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى قطاعات وكان من بينها ما يعرف بقطاع العدالة قطاع العدالة هذا القطاع الذي تلقى أموالا دائما وداعمة له بدأ هذا المصطلح يقوى ويظهر تدريجيا على حساب مصطلح السلطة القضائية المستقلة فالكل يعرف أن القانون الأساسي الفلسطيني قسم السلطات إلى ثلاثة سلطات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وقال القانون الأساسي في مادة رقم 97 أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواحها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها ولم يرد على الإطلاق في النظام القانوني الفلسطيني أي ذكر لمصطلح قطاع العدالة البعد السياسي في مفهوم قطاع العدالة كان واضحاً حين أشارت الحكومة الفلسطينية فيما أسمته خطة قطاع العدالة إلى أنها تسعى إلى خط توافقي بين أطراف العدالة لما في ذلك من أثر مباشر على تمكين الحكومة من تحقيق ثقة الجمهور بالقضاء وتعزيز سيادة القانون وحددت خطة الحكومة الاستراتيجية في ذلك الحين قطاع العدالة بالسلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة وساوت بينهما جميعاً بالإطار الشكلي وأعدت في خطتها لكل منهم خطته الخاصة به وكان من اللافت ما ورد في الخطة حين رأت الحكومة الفلسطينية أن تطور المنشود لقطاع العدالة لا بد أن يرتبط بأجندة سياسات الوطنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وأن يأخذ بعين الاعتبار أولويات السياسة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة عنها كان هذا هو أول ربط سياسي بين مفهوم قطاع العدالة والأهداف التي تعزز من أجلها وجود هذا المفهوم إذن كان لا بد من مثل هذا التقديم لتعريف هذا المفهوم والذي جاءت ضمنه كلمتي في هذا المؤتمر لندخل في جانب الرقابة الرسمية ورقابة مؤسسات المجتمع المدني أحد أهم جهات الرقابة فلسطينيا هي السلطة التشريعية أو المجلس التشريعي الفلسطيني في موجب القانون له مهمتان الأولى هي إقرار التشريعات والمسألة الثانية هي الرقابة على السلطة التنفيذية من هنا نجد أن المجلس التشريعي الفلسطيني لا يملك أي صلاحيات رقابية مباشرة أو غير مباشرة على السلطة القضائية الأدوات الرقابية التي منحها للمجلس التشريعي الفلسطيني مثل حجب الثقة مثل الاستجواب مثل توجيه السؤال كلها أدوات موجهة تجاه السلطة التنفيذية من هنا تكون رقابة المجلس التشريعي كسلطة فقط على السلطة التنفيذية وليست على السلطة القضائية وإن كان هناك أي حاجة لأي رقابة حول القضايا الإدارية التي تقوم بها السلطة القضائية فيجب أن يكون من خلال مراقبة الدوائر ذات العلاقة من السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية بمعنى عندما يريد أن يراقب مسألة تتعلق بالموظفين الإداريين في داخل المحاكم يتم مراقبة ذلك من خلال ديوان الموظفين باعتباره أنه الجهة الرسمية المخصصة للرقابة وليس من خلال الرقابة على أجسام في داخل السلطة القضائية هذا إذا ما أردنا احترام مبدأ استقلال السلطات نحن لا نقصد أن يكون القضاء والسلطات الثلاثة منفصلة لا مسألة التكامل بأن يعمل كل في مجال اختصاصه من هنا لا أعتقد أن للسلطة التشريعية أي حق على سبيل المثال بدعوة أي قاضي أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو نفسه رئيس المحكمة العليا لجلسة استماع أو استجواب في داخل المجلس التشريعي لأن ذلك سيفهم تدخلا من السلطة التشريعية في السلطة القضائية ننطلق إلى الجانب الآخر والمتعلق بالتكامل ما بين المجتمع المدني والسلطة القضائية ومسألة الرقابة كما قلنا المادة 98 من قانون السلطة القضائية قالت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون هل هذا يعني أن لا توجد أي سلطة رقابية لمستساة المجتمع المدني على السلطة القضائية؟ هذه مسألة لا ينفرد بها الفلسطينيون دون غيرها مسألة بدأت تعرف في العديد من دول العالم ومسألة بدأت تمارسها العديد من مؤسسات المجتمع المدني العالمية وعلى وجه الخصوص تلك التابعة للأمم المتحدة أو بعض المنظمات الدولية مثل شبكة آيفيكس التي امتنعت في كل أدبياتها عن استخدام مصطلح الرقابة على السلطة القضائية واستخدمت مصطلحا يعرف بمراقبة المحاكمات الأمم المتحدة أضافت إلى مصطلح مراقبة المحاكمات ورصد إدارة شؤون القضاء هذا يعني أن كل المؤسسات بإمكانهم أن يقوموا بحضور جلسات المحاكمات العلنية ومراقبتها خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة إذن محدد المسألة مراقبة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة فالمراقبة من وجهة نظري يختلف مضمونها عن الرقابة كون أن الرقابة تمنح من يمتلكون مثل هذا الحق التدخل في سير عمل الجهة التي يراقبونها ممكن أن يتخذوا إجراءات إذا لاحظوا أن هذه الجهة التي يتم مراقبتها أخلت بقواعد عملها لكن في القضاء لا يمكن لهذه الجهات أن تراقب وأن تتدخل في العمل القضائي أو أن توجه إلى القاضي أي ملاحظة فيما يتعلق بقراره إذن عملها هو مراقب وليس رقابي بمعنى لا يمكنها أن تتدخل في سير العملية القضائية وهنا يجب أن نفصل وبشكل واضح لأن حتى المسمى مراقبة المحاكمات ورصد إدارة شؤون القضاء بين المهمات القضائية بقصد عمل المحاكم القضائي وبين العمل الإداري التي تقوم بها السلطة القضائية السلطة القضائية تمارس العديد من الأعمال مثل الشؤون الإدارية والمالية وغير ذلك من الأعمال التي يتوجب أن يكون عليها رقابة أعتقد بل أجزم أن مؤسسات المجتمع المدني تملك الحق الكامل في رصد كل أداء السلطة القضائية في هذا الجانب وأن توجه الاستفسارات وأن تسائل فيما يتعلق في هذا العمل لأنه عملا إداريا وليس قضائيا أعتقد أن هناك شهاد رسمية أخرى فلسطينية منحت في مجب القانون الحق بالرقابة على السلطة القضائية في الجانب الإداري مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وقد قام بالفعل بالرقابة على السلطة القضائية واطلع على كل القضايا المتعلقة بالعمل الإداري راقب مسألة التعينات في داخل السلطة القضائية أقصد تعينات الموظفين الإداريين في داخل السلطة القضائية لكنه لم يتدخل على الإطلاق فيما يتعلق بتعينات القضاء هيئة مكافحة الفساد أيضا وبالتجربة الملموسة قامت بدور رقابي على السلطة القضائية المجلس التشريعي لو أراد أن يراقب في أي مسألة هو يراقب من خلال الدوائر الأخرى باعتباره السلطة وليس مؤسسة أو هيئة مستقلة بل باعتباره سلطة أخرى يراقب على سبيل مثال ديوان الموظفين يناقش التقارير التي ترده من ديوان الرقابة المالية والإدارية يناقش لكنه لا يمارس عمل رقابي من شأنه الانتقاص من استقلالية السلطة القضائية عادة الرقابة مربوطة فيما سيتم بعد ذلك مربوطة تكون غالبا بالتعليق على الأحكام القضائية وهذا أيضا في العلاقة ما بين المجتمع المدني والسلطة القضائية كانت محل نقاش كبير جدا هل يمكننا كمجتمع ملدي ومنظمات حقوقية أن نعلق على الأحكام القضائية هذا الموضوع حسم في العديد من دول العالم أنه نعم إمكانية التعليق على الأحكام القضائية واردة ولكن من خلال مجموعة من الضوابط وكانت أكثر الضوابط التي تم الإشارة إليها بأن يكون المعلق الشخص المعلق هو صادر من شخص متخصص فقيه قانوني قاضي سابق شخصا متخصص لديه من الخبرة في العمل القضائي ما يكفي لأن يعبر برأيه ليس إذن أي شخص سياسي لا يمكنه أن يعلق على العمل القضائي الصحفي لا يمكنه أن يعلق على عمل القضائي فقط القانوني بإمكانه أن يعلق على العمل القضائي إن كان يملك الخبرة القانونية التي تؤهله للتعليق على مثل هذا العمل يجب أن يكون تعليقه يتعلق بحكما استنفذت طرق الطعن فيه تفاديا لأي إمكانية للتأثير على القضاء مدامة القضية منظورة أمام القضاء لا يمكن التعليق على هذا الحكم أن يناقش التعليق المبادئ التي شيد عليها الحكم وليس الهيئة التي أصدرته إذن نبعد عن العنصر الشخصي عند التعليق على الحكم القضائي ويجب أن يكون النشر من خلال جهة مطبوعة قانونية متخصصة ككتاب يؤلفه هذا الباحث القانوني أو مجلة قانونية متخصصة أو غير ذلك إذا هذا التعليق يكون نتيجة مراقبة مين هي الجهات التي يمكنها أن تراقب لا شك أن المحاكم هي علنية ومن حق أي مواطن أن يدخل وأن يراقب ما يجري في داخل المحاكمات ما اسمناه مراقبة المحاكمات لكن على سبيل المثال منظمة آيفيكس في أحد تقاريرها قالت أن غالبا ما يكون مراقبو المحاكمات محامون أو أفراد تلقوا تدريبا قانونيا أو خبراء في حقوق الإنسان إنهم يرصدون ويدونون الملاحظات خلال إجراء المحاكمة ويجرون الحوار مع أطراف القضية وممثلي القضاء ويجمعون الوثائق القانونية يسعى المراقبون المحاكمات إلى تقييم مدى التزام المحاكمة بمعايير المحاكمة العادلة ويتحلون بالاستقلالية والحيادية بالتالي مراقبي المحاكمات يعززون ويدعمون الحق في محاكمة علنية هذه الأهداف أجمعت عليها مختلف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المتخصصة بمراقبة المحاكمات ورصد إدارة شؤون القضاء وقالوا بالحرف الواحد أول مهم لنا هي مراقبة ضمان مراعاة حق المدعي عليه في محاكمة عادلة ضمان تحقيق العدالة بكفاءة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحديد سمات نمطية مكررة في العديد من المحاكمات تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ملاحظين إذن طمانات محاكمة عادلة والتأكد من أن النظام القضاء والقانوني لا ينجم عنه انتهاكات حقوق إنسان هذه أهداف أجمعت عليها كل الأطراف الدولية التي مارست مراقبة على المحاكمات الأمم المتحدة قالت من أهدافنا أيضا أن مثل هذه الرقابة دون أي أمر يتعلق بالتأثير على القاضي لكن يشعر القاضي بأن عمله وقراراته مراقبة هذا يدفعه إلى أكثر نحو الاستقلالية والخيادية والنزاهة واتباعات الإجراءات الشفافة المنصوص عليها بالقانون يبعث أيضا طمأننية في نفس الناس لأن الثقة في القضاء مسألة في غاية الأهمية فعندما يشعر من خلال تقارير مؤسسات حقوق الإنسان ومراقبة المحاكمات بأن القضاء مستقل هذا يعزس ثقتهم في السلطة القضائية وفي عمل المحاكم قواعد المؤسسات فيما يتعلق بالرقابة قالوا أننا لا نراقب قضايا بعينيها يعني قضايا صغيرة أي قضية في المحكمة إننا بنروح الراقب لا إحنا منتجه لمراقبة وتقييم مدى توافق النظام القضائي مع المعايير الدولية مش بنجيب حالي أو قرار خاص بالقاضي أو بالمحكمة ونشرحه ونقول نحن نقوم بعمل رقابي وبالتالي ينجم عنه ضعف في ثقة المجتمع بالقضاء نراقب النظام كنظام ومدى يساهم ذلك باحترام حقوق الإنسان ومدى يساهم مدى مساهمته في ضمان محاكمة عادلة المجتمع الفلسطيني لم يكن غريبا عن مسألة في علاقته مع المجتمع المدني وقد يكون السلطة القضائية الفلسطينية هي السلطة الوحيدة في العالم التي وقعت بتاريخ 15-12-2008 مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني مذكرة انطلقت من مبدأ استقلال القضاء ومن المصلحة الوطنية المشتركة التي تجمع بين السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني وتم الاتفاق فيها على ان يتيح مجلس القضاء الاعلى لمؤسسات المجتمع المدني خاصة والمواطنين بشكل عام الاطلاع على المعلومات والقضايا ونشرها وضمان حق مؤسسات المجتمع المدني في التواجد في داخل قاعات المحكمة باعتبارها محاكم علنية دون اي اجراءات مسبقة ممكن ان تقيد وصولهم ومراقبتهم لهذه المحاكمات كذلك اعطوها الحق لمؤسسات المجتمع المدني بتقديم الشكاوى المتعلقة باداء المحاكم او ادارة الشأن القضائي اذا في مجموعة من العناصر والزمت هذه المذكرة مجلس القضاء الاعلى بالرد على هذه الشكاوى وتزويد مؤسسات المجتمع المدني بالدراسات والتقارير التي تصدر وان يحترم المجلس القضاء الاعلى المجتمع المدني في مراقبته للمحاكمات هذه المذكرة بنت حالة من التكامل في العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية كسلطة رسمية وايضا جسدت العلاقة الرقابية المتبادلة بين كل الاطراف ايضا القضاء هو يراقب عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال القضايا التي ترفع وينظر بها ويبت بها فيما يتعلق في عمل المجتمع المدني في نهاية هذه الورقة انني اتقدم في مجموعة من المقترحات الضرورية ودات العلاقة في هذا الشأن اولا لا بد ان نتوقف عن استخدام مصطلح قطاع العدالة في كافة ادبياتنا ومؤتمراتنا وورشات العمل والوثائق المتعلقة بها وان نستخدم مصطلح مكونات السلطة القضائية هذا المصطلح الذي غالبا ما تستخدمه الدول التي لديها سلطات ثلاثة والسلطة القضائية مستقلة تستخدم مكونات السلطة القضائية وليس قطاع العدالة لان القضاء هو سلطة وليجا جزء من قطاع ولا يجوز ان نمسخه الى هذا الشكل والحجم الصغير المسألة الثانية يجب ان تراعي مؤسسات المجتمع المدني دورها بشكل دقيق وان يكون دورها مراقبة وليس رقابة وان تستخدم في عملها مثل هذا المصطلح كون ان المؤسسات الدولية العاملة في مثل هذا المجال والتي تراعي بين كل قواعد حقوق الانسان قد استخدمت هذا المصطلح نحن نسعى لسلطة قضائية مستقلة ونسعى ضد التدخل في شأن السلطة القضائية وبالتالي يجب ان يكون لنا دورا دافعا من خلال مراقبتنا لهذه المحاكمات ورصدنا لإدارة الشأن القضائي لابد من قواعد مدونة سلوك فلسطينية تحدد الدور والمهمات المناطة في مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق في مراقبة المحاكمات وتجسد أيضا استعداد السلطة القضائية الفلسطينية والمحاكم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتزويدها في المعلومات الضروري لها لابد إذن من الاتزام بهذه المعايير وأن تكون منبثقة من تلك المعايير التي وضعها المجتمع مؤسسات الدولية مثل آيفيكس ومثل أمم المتحدة وغيرها والتي تنسجم مع أحداث مراقبة المحاكمات أيضا يجب أن نعمل على تفعيل مذكرة التفاهم هي مذكرة مظبوطة قد وقعت بين المؤسسات وعليها فلسطينيا قد وقع عليها حوالي أكثر من 20 مؤسسة حقوقية فلسطينية لكن للأسف حتى هذه اللحظة أعتقد أن بنود هذه المذكرة بحاجة إلى تفعيل باعتبارها وثيقة بنت أساس التكاملية في العلاقة بأن القطاع الأهلي والرسمي في الرقابة على قطاع العدالة هذه هي أبرز الأفقار التي وددت أن أقدمها من خلال ورقة هذه كان كل أمل أن أتمكن من المشاركة المباشرة معكم في هذا المؤتمر لكن الظروف العامة حالت دون ذلك وأشكركم جزيل الشكر على استماعكم لي وكل أمل في أن ينجح هذا المؤتمر في تحقيق الأهداف التي من أجلها بدأت أعماله وأن نخرج بتوصيات حثيثة ومفيدة تساهم في بناء نظام قانون فلسطيني وتساهم في تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتبارها الجهة المخولة بالحفاظ على الحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني أشكركم وإلى اللقاء